يقول بعض الناس كان بيتي لا يخلو من مشكلة وجئت إلى بعض أهل العلم فسألني عن قيام الليل وعن الرواتب قال أنت مضيع للرواتب قال نعم ما أصلي إيش يا الرواتب قال له الرواتب قال له البعدية والقبلية وعلمه رواتب الصلاة القبلية البعدية وثانيا قال له أنت لا تصلي بالله أنت لا توثر قال نعم أنا لا أوثر قال إذن إلزم الرواتب وصلها كمان صلى الله عليه الصلاة والسلام في بيتك وإلزم الوتر لا تتركه ليس منا من لم يوتر الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا أوتروا يا أهل القرآن إن الله وتر يحبوا إن الله أمدكم للصلاة إن هي خير لكم من حمو النعم وجعل لكم ما بين صلاة العشاء وما بين صلاة الفجر فيقول سبحان الله فإذا بأسبوع واحد وإذا بالبيت يختلف تماما وأخلاق الزوجة تختلف وأولادي يهدؤون والأمور تتغير فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا وخيرا نكرة وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جاعل له خيرا فوخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر